اكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه يتفق مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إقرار سلام دائما في أوكرانيا غير أنه لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات في الوقت الرهن وأضف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي أنه سيتعين أن تحقق روسيا أهداف عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا أولا قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين أعلن وزير الدفاع الروسي سرجي شويجور أن روسيا ستصنف هجمات الجيش الأوكراني على محطة سبورجير الطاقة نوية بأنها إرهاب نووي وأضف شويجور أن القوات الروسية توصل حماية المنشآت الحيوية في الأراضي المحررة حيث تم تحويل جزء كبير من الطرق التي تربط منشآت البنية التحطية العسكرية بالطرق العامة كجزء من مشروعات الوزارة أكد الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي أن التوقيع على أي وسائق واتفاقات مع روسيا لا يمكن أن يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وأضاف زيلانسكي أن تحقيق السلام يتطلب تفكيك القدرات القتالية الروسية والتحرير جميع الأراضي الأوكرانية أشعر بالامتنان لجميع مقاتلين في كل المناطق كما أن الفضل يعود لأنظمة الدفاع الجوي التي نستخدمها حاليا في حماية أراضينا إن كل صاروخ روسي يتم إسقاطه هو دليل ملموس على أنه يمكن هزيمة روسيا ولكن للأسف ما زلنا غير قادرين على ضمان الأمن الكامل لسمائنا حيث تواصل سقوط الضحايا وهناك مصابون أيضا كما أكد الرئيس الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوية التي تستخدمها بلاده لها الفضل في حماية المناطق الأوكرانية من الهجمات الروسية المستمرة وأشهد زيلانسكي بقدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية معربا عن أسفه لسقوط مزيد من الضحايا والمصابين جراء تواصل القصف الروسي على المدن الأوكرانية لدي قناعة تامة أن التوقيع على أي وثائق واتفاقات مع روسيا مهما كانت لا يمكن أن تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية في اعتقادي روسيا ستنقض أي اتفاقات يتم التوصل إليها لذلك فإن الاستمرار المبدئي للسياسة الحالية لدغل صديقة حول العالم أمر ضروري إن تفكيق القدرات العسكرية الروسية وتحرير جميع أراضينا ومحاسبة القتل هو الذي سيحقق السلام أعتقد أننا سنصل إلى هذا بحث وزير الدفاع الأوكراني أولكستي ريزينكاف والأمريكي لايد أوستن المزيد من القطوات لتعزيز قدرات نظام الدفاع الجوي الأوكراني وذلك على خلفية استمرار الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية وأكد وزير الدفاع الأمريكي مجدنا على التزام بلاده بدعم قدرة أوكرانيا على مواجهة روسيا كما أكد أن الدفاع الجوي مثل أولوية قصوى لجهود المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا فيما أدن ريزينكاف الهجمات الجوية الروسية التي تستهدف البنية التحتية المدنية أعلن حاكم منطقة تيكيف أولكسي كوليبا انقطاع تيار كهربائي عن نصف المنطقة المحيطة بالعاصمة وذلك بسبب ضربة الصاروخية الروسية على منشآت الطاقة وأكد حاكم المنطقة أن أزمة الكهرباء ستستمر خلال الأيام المقبلة نتيجة استمرار القصف الروسية على البنية التحتية الحيوية مما تسبب أيضا في انقطاع العديد من الخدمات منها التدفئة والمياه من جانبه قال رئيس بلدية كراما تارسك إن 370 مبنى سكنيا بدون تدفئة بسبب انقطاع التيار الكهربائي قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفانيا ترامبلاي إن موجة أخرى من الضربات الصاروخية في أوكرانيا ألحقت المزيد من الضرر بنظام الطاقة في البلاد وأضفت ترامبلاي أن القصف أثر على المناطق في الشمال والوسط والجنوب وكذلك العاصمة كييف مشيرة إلى أن إمدادات المياه في أوديسا في خطر بسبب نقص القهرباء اللازمة لتشغيل المضخط تسلمت بولندا الدفعة الأولى من صفقة الدبابات ومدفع الهاوزر ذاتية الحركة التي تم شراؤها من كوريا مقابل ستة مليارات دولار وذلك لسد فجوة المعدات العسكرية التي نقلت مؤخرا إلى أوكرانيا في إطار قطة الدعم الغربي لكييف تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ألقت بظلالها على جميع القطاعات فبجانب الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة كان للأزمة الأوكرانية على الجانب الآخر تأثير على مبيعات الأسلحة العالمية التي ارتفعت بنحو 2% حسب ما ذكرت هيئة مراقبة مبيعات الأسلحة الدولية التي أشرت أيضا إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى زيادة الطلب على الأسلحة هذا العام ووفقا لمعهد استوكولم الدولي لأبحاث السلام فإن ذلك قد يعطل الجهود في الولايات المتحدة وأوروبا لتعزيز قواتهم المسلحة وتجديد مخزوناتهم بعد إرسال ذخيرة ومعدات أخرى بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا ووفقا للمعهد فإنه في حال استمرت الطرابات سلاسل التوريد فإن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى يتمكن بعض منتج الأسلحة الرئيسيين من تلبية الطلب الجديد الذي أوجدته العملية العسكرية في أوكرانيا المعهد أكد أيضا أن بعض التقارير تشير إلى أن الشركات الروسية تزيد من عمليات الإنتاج ولكنها تواجه بعض الصعوبات وتتأثر أيضا بالعقوبات الغربية واستنادا إلى تقرير المعهد الدولي فإن أكبر مائة شركة سلاح باعت أسلحة وخدمات للقطاع العسكرية بإجمالية 592 مليار دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بعام 2020 لكن هذا النمو تأثر بشدة بسبب مشكلات وسعة النطاق تتعلق بالتوريد والتي تضمنت تأخيرات في الشحن العالمي ونقصا في المكونات الحيوية ورغم أن الشركات الأمريكية لا تزال تهيمن على سوق إنتاج الأسلحة العالمية وتمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية بنحو 299 مليار دولار فإن الولايات المتحدة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضا في مبيعاتها مقارنة بعام 2020 وفقا للمعهد أما بالنسبة لروسيا فقد حققت مبيعات 6 شركات بها إجمالي 17.8 مليار دولار بزيادة قدرها 4.10% عن عام 2020 ويشير التقرير أيضا إلى وجود اتجاه لدى شركاتي الاستثمار الخاصة لشراء شركات أسلحة وهو تطور يهدد بجعل صناعة الأسلحة أكثر غموضا وبالتالي يصعب تتبعها ترجمة نانسي قنقر